يعني إذا كان إنكار المسيح الدجال لأنه لم يذكر في القرآن فسينكر الناس أشياء كثيرة جدا لم تذكر في القرآن يعني الذي ذكر في السنة أكثر من الذي ذكر في القرآن الذي ذكر في السنة أكثر من الذي فإذا كان الإنسان يقول لا أنا ما أقبل إلا ما في القرآن فيلزمه مثلا لا يقبل أن الصلاة العصر أربع ركعات ما هي موجودة في القرآن ولا يقبل أن الزكاة 2.5% ما هي مذكره في القرآن ولا يقبل الصيام 30 يوما لم يذكر في القرآن فالقصد أنه الأصل أن الإنسان يأخذ القرآن والسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألفين رجلا متكن على أريكتي يقول ما وجدت في كتاب الله أخذته وما لا فلا طيب ألا إني أتيت القرآن ومثله معه فهذا الكلام باطل لا شك في هذا وأما الدجال وغير الدجال من علامات الساعة التي ذكرت في السنة يجب علينا الإيمان بها ولا يجوز رد السنة بحجة أنه لم يذكر في القرآن هذا ضلال والعياذ بالله اللهم استعال